تصعيد جديد تمارسه إيران ضد دول المنطقة والعالم حيث أعلنت عن تنفيذ مناورة صاروخية في بحر العرب تبدأ الثلاثة وتستمر يومين وذلك بعد أيام من مناورة عسكرية أخرى بمشاركة طائرات مقاتلة ومسيرة كما هددت طهران برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90% بعد إعلانها مؤخرا رفع هذه النسبة إلى 20% الأمر الذي يمهد الطريق حسب خبراء للوصول إلى القدرة على صناعة قنبلة نووية استفزاز إيراني جديد لدول المنطقة والعالم هذه المرة عبر مناورات صاروخية في بحر عمان المناورات التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء تأتي بعد أيام قليلة على تدشين قاعدة صاروخية على شواطئ الخليج جنوبية إيران وبعد أسبوع أيضا من مناورة أخرى للقوات الجوية في محافظة أسفهان وسط البلاد استعرضت فيها إيران عضلاتها في مجال الطائرات المسيرة كل ذلك كما يقول محللون يندرج في إطار التصعيد الإيراني المتواصل تمهيدا لمفاوضات محتملة مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أحد وجوه هذا التصعيد كان قد برز في تهديد البرلمان الإيراني بطرد مفتشي وكالة الطاقة الذرية من البلاد إذ لم ترفع العقوبات المفروضة على تهران بحلول شهر مارس قبل أن يخرج المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية في إيران بهروز كامل وندي الاثنين ليعلن أن بلاده لن تقوم بطرد المفتشين الدوليين بل فقط ستوقف عمليات التفتيش إذا استمرت العقوبات لكن سواء توقفت عمليات التفتيش النووي أم لم تتوقف فإن إيران على ما يبدو مستمرة في تنفيذ تهديداتها بشأن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم وهي هددت أخيرا بأنها سترفع نسبة التخصيب إلى 90% بعدما باتت قادرة بسهولة وفق تصريحات كامل وندي على تخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز العشرين بالمئة وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أكد في بيان السبت أنه لا ينبغي السماح لإيران بتخصيب اليورانيوم بأي نسبة مشيرا إلى أن نظام طهران يستخدم برنامجه النووي لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد الأمن الإقليمي هذا وبرز موقف لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسينجر حذر فيه الإدارة الأمريكية الجديدة من العودة إلى الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن عام 2018 معتبرا أن هذا الاتفاق لن يؤدي سوى إلى جلب الأسلحة النووية إلى جميع أنحاء الشرق الأوسط وبالتالي سيخلق حالة من التوتر الذي سينفجر عاجلا أم آجلا في مناقشة لهذا الموضوع ينضم إلينا من باريس إمانويل دوبي رئيس مركز الترقب والأمن للدراسات في فرنسا أيضا من أنقرة ينضم إلينا أراش عزيز الكاتب والأكاديمي الإيراني أهلا بكم وضيفي الكريمان أبدأ معك سيد أراش ما الذي تحاول إيران إثباته الآن سواء من خلال المناورات الصاروخية في بحر العرب من جهة أو قبلها أيضا كانت هناك منورات عسكرية من خلال الطائرات المسيرة أو الطائرات المقاتلة ما الذي تريد إيران إثباته الآن في هذه المرحلة آية الله خامني له وجهان وأحيانا يحاول أن يفعل الشيئين يريد أن يكون هناك توتر أقل مع الغرب ورفع العقوبات لأنها ألحقت بإيران ضررا أيضا يريد أن يثبت أنه ثوري وأنه معاد لأمريكا وبالتالي هو يتوخى الحذر الآن هو يريد تجنب مواجهة مع أمريكا قبل تنصيب بايدن في العشرين من يناير في نفس الوقت هو يصاعد الضغوط المعادية لأمريكا بشكل عام ويريد أن يعزز موقفه قبل أن يصل بايدن إلى السلطة ويتوقع من بايدن أن يعود إلى الاتفاقية النووية وبالتالي خامني يحاول أن يعزز موقعه سيد إمانويل إيران ليست فقط تقوم بمناورات صاروخية وحتى عسكرية هي أيضا خارقت الاتفاق النووي رفعت من نسبة تخصيب اليورانيون بنسبة 20% كيف تراقب الدول الأوروبية الموقع على هذا الاتفاق هذه التحركات الإيرانية تحديدا في الأوين الأخيرة أولا إيران تمتثل لبعض بنود الاتفاقية النووية هذا ما تقوله إيران السيد جواد زاريف قال أنه تحت البند 3-6 فهناك مواقف معينة من الدول الأخرى لم تحترمها وإيران لديها الحق في الخروج من بعض التدابير تحدثتم عن أن إيران زادت مستوى التخصيب إلى 20% لا أعتقد أنها قالت أنها استأنفت إلى مستوى 90% وهو المستوى للوصول إلى قدرة عسكرية أيضا كما ذكر أنفا الدكتور ولايتي في قيادة إيران قال أن التخصيب إلى 20% ليس هو موقف الرئيس روحاني وإنما المجلس الإيراني اعتمد ذلك قبل أسابيع وبالطبع يجب أن نفهم أن هناك لعبة سياسية قبل الانتخابات والتي ستؤكد على الاختلافات بين الأحزاب المحافظة والأحزاب الأكثر تقدمية أولئك الذين يريدون العودة إلى الاتفاقية وللإجابة على سؤالك بالنسبة لموقف فرنسا والدول الأوروبية بالطبع هم يقولون علينا أن نعود إلى طاولة المفاوضات وترشيح وليام بيرنز كمدير للمخابرات المركزية هي علامة جيدة لأن بيرنز كان يتفاوض سرا ما بين عمان وإيران والولايات المتحدة طيب العودة إلى طاولة المفاوضات مع الدول المواقعة على هذا الاتفاق ولكن ألا ترى بأن هذه التحركات الإيرانية هي موجهة بصورة مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يعني هي هددت بنبرة مرتفعة بأنه ما لم يتم رفع الحظر الأمريكي عنها بحدود 21 من الشهر المقبل فهي ستقوم بطارد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أولا أمريكا حاولت أن تعتمد استراتيجية الضغوط القصوى الولايات المتحدة حاولت تمرير طرار في مجلس الأمن وفقط عشر دول وفقط أعتقد أننا في نهاية حملة الضغوط القصوى وكخبير فرنسي أقول أن إدارة بايدن مرة أخرى لأن بيرنز تم ترشيحه لمنصب مدير المخابرات وبيلكن وزير الخارجية ثم أيضا تعيين لمستشار الأمن القومي والذي كان منخرطا في التحركات الدبلوماسية في الخليج وهذه علامات جيدة مرة أخرى جواد زريف قال أنه لا يوجد عودة عن القرار الذي اتخذته إيران وإذا بعض الدول لم تلتزم بالاتفاقية وبالطبع هو يشير إلى الولايات المتحدة وهذا أيضا موقف إيران بالنسبة لبعض الدول الأوروبية فرنسا وألمانيا فإن إيران لها حق عدم احترام بنود الاتفاقية وهذا يصب في صالح دول الخليج والتي كانت تأمل بعودة العلاقات ليس فقط بين دول الخليج وإنما أيضا بين الدول شمال وجنوب الخليج سيد عزيزي يعني العودة إلى طاولة المفاوضات يعتبر مؤشر إيجابي فيما يخص موضوع الاتفاق النووي ولكن ربما سؤال الذي يطرح نفسه ما الضامن من ضبط السلوك الإيراني هنا يعني هي حتى الآن خرقت الاتفاق النووي الإيراني ولعل آخر خطوة في هذا الاختراق هو موضوع تخصيب اليورانيوم عندما رفعته إلى 20% ومن المفترض أن يكون ربما 4.5% على أبعد تقدير كما نصى الاتفاق النووي في 2015 كما شرح الضيف الآخر وطبقا لإيران فإن زيادة التخصيب يتماشى مع الاتفاقية لأن الطرف الآخر لا يحترم التزاماته ولكن لا يوجد أي ضمانة عند التعامل مع نظام مثل النظام الإيراني إيران قالت في المرة الأخيرة التي كانت هناك فيها اتفاقية الرئيس الأمريكي غير الموقف الأمريكي إذن لا توجد ضمانة على الإطلاق في أي من هذا السؤال ومن الصعب سيكون من الصعب بالنسبة لإدارة بايدن لأناس مثل بلينكين بيرنز والدبلوماسيين المخضرمين هؤلاء سيواجهون عملا صعبا في التفاوض مع إيران المسألة ليست مجرد العودة إلى 2016 يجب التأكد من وجود قيود على بعض سلوكيات إيران للتأكد من أنها لا تقوي إيران ولا تكافي إيران ولكن سيد عزيزي برأيك إيران هي متمسكة بالبقاء ضمن هذا الاتفاق في تصريحات إيرانية صدرت بأن إيران لم تستفد اقتصاديا حتى الآن من هذا الاتفاق وأيضا بأنها ترى نفسها بأنها هي الدولة الوحيدة الملتزمة به نعم إيران منقسمة القيادة منقسمة وإيران ليس أمامها خيارات جيدة هي في موقف اقتصادي ومالي صعب جدا وبشكل عام هناك وجهتاء نظر هناك أولئك الذين يريدون العودة إلى الاتفاقية بأي ثمن وهناك أولئك الذين يقولون إلى الجحيم بأمريكا ويريدون أن يكونوا مستقلين في قرارهم وهناك من يقف في المنتصف إذن المسألة تعتمد على نوع العروض القادمة من أمريكا لأننا ننظر على اتفاقية 2015 ونقول أنها حدثت أنا كنت صحفيا وغطي المسألة أنا غير متأكد أو لم نكن متأكدين أنها ستحدث في كل من إيران وأمريكا والدول الأخرى كانت هناك صعوبات المفاوضات لن تكون سهلة وإدارة بايدن وإدارة بايدن في الأشهر الستة القادمة علينا أن نراقبها ونرى ما ستفعل هناك انتخابات في إيران في شهر يونيو لتقرير مستقبل البلاد وهذا سيؤثر أو ما سيحدث سيؤثر على نتائج الانتخابات ربما يضعف الجناح المتشدد وربما يقوي يد الرئيس روحاني والجناح الذي يطالب بالتفاعل مع الغرب وعمل علاقات أفضل ولكن اللعبة لن تكون سهلة بالنسبة للطرفين سيد ايمانويل ما رأيك هل نتوقع فعلا عروض قد تقدم من الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الاتفاق النووي الإيراني ربما قد نشهد تغييرا في بعض البنود إضافة بعض البنود وإلى أي مدى قد نشهد يكون هذا الموضوع مستبعدا حتى الآن أولا علينا أن نقول أن الاتفاقية النووية كان يفترض أن تبقى عشر سنوات 2015 إلى 2025 ويمكن العودة إلى التفاوض في 2023 إذن ننظر على خروج أمريكا في 2018 والعقوبات التي بدأت منذ ذلك التاريخ أعتقد أننا نكون في أو نتبع الجدول الجيد المفاوضات ستحدث على أساس المفاوضات التي أدت إلى الاتفاقية في 2015 زائد قضايا أخرى ذكرتم أنشطة باليستية لإيران أيضا ذكرتم حقيقة أن هناك عدد من السياسيين في أمريكا وأوروبا يريدون ربط الاتفاقية النووية بدور إيران كدولة لها أنشطة عدائية في المنطقة وهناك وهناك أيضا تصنيف لمجموعات موالية لإيران على أنها إرهابية وبالطبع هذا سيضغط كثيرا على الدبلوماسيين الأوروبيين أنا قلت أننا نريد العودة إلى طاولة المفاوضات وللإجابة على سؤال المحادثات أو بايدن اقترح رأينا في دعوة محمد جواد ضريف إلى القمة في باريس وهناك مستشار للرئيس الفرنسي بدأ بالفعل النقاش مع القيادة الإيرانية لإقتراح أن تلعب فرنسا دورا وكل هذا توقعا للدور الذي تلعبه الإدارة الأمريكية أتفق مع الضيف ستكون هناك فترة صعبة من العشرين من يناير حتى انتخابات إيران لأن الإدارة يلزمها وقت للتصرف لأن الرئيس ترامب أغلق الكثير من النوافذ وسيكون من الصعب على أمريكا العودة إلى طاولة المفاوضات فورا شكرا جزيلا لك من باريس إمانويل دوبي رئيس مركز الترقب والأمن الدراسات في فرنسا وأيضا من أنقرة أرش عزيزي كاتب وأكاديمي إيراني شكرا جزيلا لكم موسيقى موسيقى